نروح بقى لأخبارنا المصرية أنا بقول لكم دايما أن لما خرج مجموعة من المعارضين بفعل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 يعني من حوالي 7 سنين خرجوا وبدأوا يأسسوا مجموعة من الكينات برة وبدأوا يتحركوا في الخارج مجموعة تروح للكونجرس الأمريكي تقدم شكوى ومجموعة تروح للبرامان الأوروبي تقول لهم عندنا الكارسة في حقوق الإنسان ومجموعة تتحدث وتروح تخاطب السفارات وتقول لهم خلي بالكم لازم تتعاملوا باحترام مع المصريين المغتربين والمهاجرين والمصريين في الخارج مجموعات كثيرة كانت بتقدم وطلعة السنوات الماضية مجموعة من الحرقات والمبادرات الكتير جدا ومجموعات عمل بتعمل لمراسلات الملوك والرؤساء والزعماء والأمراء في العالم كله عشان تقول لهم الوضع الحقوقي في مصر شكله عامل ازاي الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أطلق وأعلن مبارح في مؤتمر صحفي حضروا كثير من الصحفيين ووكالات الأنباء المصرية وغير المصرية وحضروا كثير من الشخصيات عبر المواقع الافتراضية عبر موقع زوم وتحدث الدكتور أيمن نور وأعلن تجميد نشاط حزب غد الثورة في الداخل وإعلان الحزب من الخارج وكانت الهيئة العليا للحزب موجودة وأعلن الدكتور أيمن عن أسماء الهيئة العليا وأعلن ذلك في المؤتمر دكتور أيمن نور لما خد هذا القرار قرار حزب غد الثورة وانتقال هذا القرار وانتقال هذا الحزب وانشطة الحزب في الخارج هو عمل كده ليه؟ بقالنا سبع سنين ثمان سنين بقالنا عشر سنين على صورة يناير بقالنا سنوات عديدة مفيش أحزاب مفيش حياة سياسية في مصر مفيش حياة برلمانية في مصر وكأن هذه الخطوة اللي قام بها الدكتور أيمن وكأنه بيوجه رسالة للمجتمع المصري والمجتمع العربي والمجتمع الدولي إن أغلقت كل المنابر في مصر في وجه أي حد عايز يعمل أي تغيير فكان الحل هو تجميد النشاط في الداخل وإعلانه من الخارج عشان يقدم الرؤية وحزب غد الثورة من الأحزاب التي لديها رؤية منذ أن أعلنها الدكتور أيمن نور أيضا في البرلمان سنة 2000 قبل انتخابات الرئاسة مع مبارك في 2005 أعلن الرؤية وأعلن الطرح فكان التنفيذ اجتمع رئيس الحزب الدكتور أيمن نور مع قيادات العليا في الخارج وأعلنوا إطلاق الحزب والحقيقة هي خطوة على الطريق خطوة بتقول إن مفيش حياة سياسة في مصر في الله نشتغل برة اللي يقدر يجمد نشاطه جوه ويشتغل برة ما يشتغل برة ويخاطب الرؤساء والأمراء ويخاطبهم ويكلمهم ويوجه إليهم ويسمع منهم ويقدم الرؤية اللي عنده رؤية يا جماعة تقدم ويتفضل يقدم هذه الرؤية كسر الكلام كلام كتير لكن العمل والفعل الحقيقة هو موقف مهم وموقف له ما بعده وحيكون شكل فيه تغيير الحياة السياسية في مصر للمصريين في الخارج وسينعكس ذلك على المصريين في الداخل تخلونا نسمع جزء من كلمة الدكتور أيمن اللي أعلن فيها تجميد الحزب أو نشاط الحزب في الداخل وإعلانه من الخارج ونرجع ناخد الموضوع بالتفصيل أكتر نظام القاتل لشعبه الذي أهان وطنه وأفقر مواطني لم يكن غريبا عليه أن يختال حق هذا الشعب في أن يختار من يحكمه في أن يختار من يمثله فضرب الحياة السياسية والحزبية في مقتل وأنتج دستور مشوه حتى هذا الدستور المشوه لم يحترم نصوصه التي صنعها بيديه وأحال ملف الحياة السياسية في مصر إلى الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي قدمنا منذ أيام في بيان الحزب الغد لفضيحة كبيرة بالوسائق والمستندات لأنها تكشف لأول مرة قيام أجهزة المخابرات باختيار النواب في البرلمان بغرفتيه غرفة الشيوخ وغرفة النواب هذه الفضيحة بالصور والمستندات قدمها حزب الغد من الخارج منذ أيام لتكشف أنه لا حياة سياسية لا حياة حزبية لا حياة برلمانية لم يكن مستغرباً أن تتحول الأحزاب السياسية خلال سبعة سنوات مضت إلى مجرد حديقة خلفية للأجهزة الأمنية والمخابراتية لا تفعل هذه الأحزاب إلا ما تؤمر به من هذه الأجهزة ممنوع عليها أن تتحرك في الشارع ممنوع عليها أن تلتقي بالمواطنين ممنوع عليها أن تعارض ما ينبغي أن تعارضه من سياسات تتسم بالفشل والجهل والاحتقار والإفقار كذا تحدث الدكتور أيمن نور وأعلن تجميد نشاط الحزب في الداخل وإطلاقه من الخارج